أردتكم سؤال برضو وخلينا نكون واضحين في هذا الأمر علشان أنا عارف إن هناك البعض حيطلع يقول لي إيه عم إسلام هو أنتو هتتكلموا عن منتخب مصر نادي الأهلي حيتكلم عن منتخب مصر نادي الأهلي مش فارق معه منتخب مصر يا جماعة عيب الكلام ده عيب إن حد يزايد على النادي الأهلي النادي الأهلي أكبر نادي في مصر وأكتر نادي في مصر بيدي لعيب المنتخب مصر النادي الأهلي خسر الدوري الموسم السابق بسبب وطنيته اللي لن يتخلى عنها أبدا لن يتخلى عنها أبدا فحضرتك أو حضرتك بعد ما لا يشجع النادي الأهلي حضرتك أو حضرتك أو حضرتك لا تستطيع ما تخشش في الجنب ده النادي الأهلي يدافع عن حقوقه وحقوق لعبيه فقط لغير ويتمنى أو مش يتمنى هو عايز إن منتخبنا الوطني يلعب بلعبة النادي الأهلي ولكن في نفس الوقت هو النادي الأهلي ده بيمثل بلد تانية ما النادي الأهلي عضو جامعية عمومية في اتحاد كرة القدم المصري اتحاد كرة القدم مطلوب منه إنه هو يدافع عن حقوق النادي الأهلي ده وفقا للايحد اتحاد كرة القدم مش بمزاجي أو مش بكلامي ده وظيفة اتحاد كرة القدم إنه هو يعمل هذا الكلام أنا عايز أسأل حضرتك سؤال هو تشيلسي دلوقتي مشكلة مندي لاعب نادي تشيلسي خلاص؟ مندي ده واحد حرس مرمة نادي تشيلسي فمندي من المفترض أن تشيلسي مش عايز يوديه والمنتخب السنغالي عايزه طيب هو المنتخب السنغالي بيكلم نادي تشيلسي ولا الاتحاد السنغالي بيكلم الاتحاد الإنجليزي مين اللي مفترض يحل الموضوع؟ الاتحاد السنغالي مع الاتحاد الإنجليزي مش المنتخب هيكلم الراجل في نادي تشيلسي ويقولهم لا الاتحاد السنغالي بيكلم الاتحاد الإنجليزي يقولهم يا جماعة كذا بلاتحاد الإنجليزي يكلم رئيس نادي تشيلسي أو اللي مسؤول في نادي تشيلسي يسأله ويتوصله الاتفاق ويوصل الكلام هذا هو الموضوع مش النادي الأهلي أبدا يعني معلول وديانج مشكلة الاتحاد المصري أنا ما ليش علاقة كنادي مش ما ليش علاقة يعني أنا النادي الأهلي أنا عايز لعبتي تلعب معي ما روحش أقول للاتحاد التونسي ولا للاتحاد المالي أنا النادي الأهلي عضو في الجميع الأممية للاتحاد المصري اللي بيلعب في النادي الأهلي كله بيبقى تابع للنادي الأهلي